نعود للشأن المغربي وبمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال المجيد أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبدالطيف الحموشي أشرف على فعاليات حفل التميز السنوي الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمسرح مدينة أو محمد الخامس بمدينة الرباطة وقد شكل الحفل مناسبة جديدة لتدعيم العمل الاجتماعي داخل المرفق العام الشرطي حيث تم تكريم أبناء وأيتام أسرة الأمن ممن بصموا على نجاح دراسي مبهر وحصلوا على أعلى المعدلات في امتلحانات البكالورية برسم الموسم الدراسي المنصرم وتم تسليمهم من أحوى جوائز مالية تحفيزية ومشجعة على مواصلة التعليم الجامعي كما جرى توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات جامعية وأكاديمية